القضاء على الفور الصلاة الظهر إلى اليوم التالي ليصليها في وقت الظهر ولا أن يؤخر صلاة العشاء ليصليها في وقت العشاء إلى اليوم التالي بل تقضى أي صلاة في أي وقت من ليل أو نهار ما عدى الأوقات المكروهة عند بعض العلماء فصلاة الظهر تقضى في وقت المغرب أو العشاء مثلاً كذلك جائز حيث لا يوجد دليل على وجوب تحر الوقت الممات لتقضى فيه الصلاة وإذا كان على الإنسان فوائت يوم واحد رتبها عند القضاء فيصلف خبح أولاً ثم الظهر ثم العاصر ثم المغرب ثم العشاء فإن كانت الفوائت أكثر من خمس فهو حر في قضائها بأي نظام يكون وله أن يصلي مع كل فرض فرضاً أو فرضين من القضاء كأن يصلي بعد الظهر ظهراً أو ظهرين أو أكثر ويستوي في ذلك أن يكون الخضاء قبل أداء أو بعده إلا في أوقات الكراهة عند بعض العلماء فيكون الخضاء قبل الأداء كخضاء العصر مثلاً قبل أداء العصر الحاضر وهكذا والله أعلم